تنفيذاً لخطة التنمية التي تنتهجها مملكة البحرين تضع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتغطية العمراني خطة استراتيجية تتضمن أهدافاً رئيسة منها إنشاء وتطوير شبكات الصرف الصحي في جميع المناطق ولسيما في محافظة العاصمة هذا وقد أنجزت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتغطية العمراني من مشروع شبكة الصرف الصحي وخط الصرف الصحي الناقل من الجفير إلى الغريفة من نسبة 60% حيث يقع هذا المشروع ضمن تطوير شارع الفاتح الذي يهدف إلى تطوير الخط الرئيسي لمياه الصرف الصحي والممتد من منطقة الجفير إلى منطقة الغريفة وزيادة الطاقة الاستيعابية من خلال بناء خط الناقل رئيسي جديد أكبر حجماً وأعمق ليستوعب التدفوقات الحالية والمستقبلية سيساهم هذا المشروع في تخفيف الضغط على شبكة الصرف الصحي القائمة بمنطقة الجفير